بداية من إحصاء المواد الغذائية ثم تنظيمها وصولا إلى تجهيز قفة رمضان وتسليمها للعائلات تبدأ الجمعية الخيرية يومها خلال شهر الرحمة على غرار جمعية الإرشاد والإصلاح هذه نحن استطرنا برنامج خاص بشهر الكريم بين هذا النشاط هو قضية توزيع القفف قلنا بإحصاء خاصة في هذا الشهر الكريم قلنا بإحصاء جميع الفقراء المحتاجين ومعوزين على مستوى بلد البلدية إضافة لدينا قضية كسر سيامك إن شاء الله سنقوم به كسر سيامك هذا قبل الفاضن واستهدفنا مستشفى دويرة إضافة إلى طريق السريع هنا في لدي من أدي من طريق الوطني بعد قفلة رمضان يأتي تحضير إطعام الصائم وهنا يبدأ أعضاء الجمعيات بتحضير مختلف الأطباق لإفطار عبرية سبيل والعمال من خارج الولايات لبالا حضرنا 150 وجباء وما كفتش ولهذا اليوم بإذن الله رح نوسع المائدة نشكر رئيس بلدية بيئر خادم نعطينا الحضيرة رح نزيد كذلك تمام موائد باش نوسع العدد تقريبا 250 وجباء هذه تقريبا فيما يخص وجبات وكذلك بالمناسبة جمعية الإرشاد والإصلاح مكتب بلدية بيئر خادم كذلك واقفين معها المحسنين ربي يحفظهم وربي يجزيهم موجودة اكتيقة على مستوى التراب البلدي كذلك الأنشطة الأخرى عندنا الإختيتان حوالي 50 طفل نختنوه كذلك عندنا حفظ القرآن للأخوات كذلك للأطفال لا يتوقف نشاط الجمعيات هنا فهناك أعمال خيرية أخرى خلال الشهر الكريم على غرار تحفيظ القرآن وتوزيع الإفطار بالمستشفيات والختان أيضا